اشتركوا في القناة الاكاديمية والمعرفية عاملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام رموز وأفكار من أعداد تقديم محمد القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي رموز وأفكار عبر إزاعد يامط الخرطوم صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3 ونحن سعداء بمواسطة الحديث في الحلقة الخامسة والأخيرة في سلسلة لغاءاتنا مع سعادة السفير دكتور فرانسيس دينغ مرحبا أهلا بك مرة أخرى دكتور فرانسيس دينغ سهلا دكتور فرانسيس دينغ تتهم بعض الحكومات منظمات العمل الطوعي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل في شأنها الداخلي والتعاون مع المعارضة وعكس أوضاعها بصورة سالبة للرأي العالمي خاصة إبان المجاعات والحروب الأهلية والكوارث الطبيعية والنزوح الداخلي تبعا لذلك وتضيق على المنظمات الوطنية الحقوقية الطوية هل تضيحه الإنسان بين تعنط الحكومات وضغط المنظمات؟ والله شوفي يعني بنان على تجربته في العمل الدولي كممثل أمين العام لشؤون نازحين ثم في العمل كممثل أو مستشار خاص لأمين العام لقضايا بتاعة عبادة الجمعية في الرأي إذا كان الواحد يعني أخذ مسالة حقوق الإنسان من زاوية إنه يعني مخالفات لقانون الدولي واتهمات ومواجهات ما أعتقد إنه الواحد بيجد التعاون المطلوب عشان تحل المشاكل بصورة حقيقية عشان كده بالنسبة لي يعني التصوري أو يعني مجال عملي مع الحكومات هنا الواحد يعترف إنه دي مشاكل مشاكل بتحتاج لمعالجة ومعالجة برضه بتطلب تعاون مع المجتمع الدولي دي يعني إنه ما تكفي الأبواب للعالم الخارجي أو للمجتمع الدولي بإسم السيادة البلد ولكن برضه بيعني إنه التعاون مع المجتمع الدولي ينبني على أسس يعني احترام متبادل عشان كده بفسر السيادة الوطنية أو القومية أو سيادة البلد كمسؤولية مش كحاجس أو قفل باب للمجتمع الدولي ونفسر مسألة حقوق الإنسان كمطلبات يعني لمعالجة بالتعاون مع الحكومات وكما ذكرت ما ننظر لحقوق الإنسان كأنه مبادئ مفروضة على الناس من الخارج إنما مبادئ يعني حتى في ثقافاتنا وفي قيمنا مبادئ يعني تعكس قيم المجتمع وكل ما فسرنا المبادئ دية كمبادئ تعكس يعني قيمنا وثقافاتنا كل ما يعني قدرنا ندعاون أو يعني ندحاور مع الهكومات على أسس إنه دموها ما ما مفروض عليكم إنما إن أعكاس لواقعنا وثقافاتنا وقيمنا دكتور فرانسي الدينغ أنت أشرت قبل قليل إلى القانون الدولي والآن تزاد الحاجة إلى تطبيق القانون الدولي لفضل النزاعات الخاصة بالحدود والمياه والموارز الطبيعية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل ما يتصل بحقوق الإنسان ولكن الدول تتحصن بالسيادة الوطنية التي أنت أشرت إلى أنها ينبغي أن تكون مسؤولية ويقف للمجتمع الدولي عاجزا عن حماية الانتهاكات والمجتمع الدولي يتهم بالانتقائية في تطبيق القانون الدولي وهناك أمثلة كثيرة وقد أشرت من قبل إلى مفهوم السيادة الوطنية كيف تنظر إلى تعاظم دور القانون الدولي وتضاؤل تطبيقه في نفس الوقت لما كنا في جامعة خرطوم في قرية القانون دخلنا جامعة 58 كان السؤال المطروح بالنسبة للقانون الدولي السؤال هل هو قانون والهدف من السؤال دي أنه ما فيش يعني وسائل للتنفيذ وما فيش يعني إمكانية فرط القانون على الحكومات فلذلك كان النقايش دائما بالمقارن للقوانين الوطنية أو القومية أو العادية كان السؤال في أنه القانون الدولي مبنى على موافقة الحكومات لا يمكن فرط القانون على الحكومات لكن يتضح دلوقتي بعد الزمن ده كله زي القانونين الدوليين مختنعين في قانون دولي قانون الدولي دي وسائل تنفيذه متعددة وفي رأيي في النهاية تعاون الحكومات ضروري جدا يعني في مناسبات قلة الحكومات أو المنظمات الدولية ممكن تفرض حلولها على الحكومات ويا عن طريق حوار أو في أقصى الظروف بتدخل عسكري وتغيير الأنظمة ده ناري جديد جدا لأنه التدخل العسكري بيعني مواجهة بيعني مخاطرة والناس بيجاسب بحياة الشباب كثير من الحكومات ما بتحب تجاسب في المجال دي عشان كده خوف الدولة النامية من التدخل الأجنبي خاصة من الدولة الكبرى أعتقد خوف ما له أساس متين العكس وصعب عايزين يبعدوا من المشاكل دي كلها في النهاية أنا بفتكر الفعالية بتاعت تنفيذ القانون الدولي بتوقف على تعاون مع الحكومات والحوار الإيجابي كما ذكرت في مع بعض قبل كده دكتور فرانسيس دينغ ممكن أنت عشت فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي قريب خمسين سنة تقريبا والولايات المتحدة الأمريكية البلد تقوم على مبادئ الدموراطية الليبرالية والرأسمالية وفصل الدين الدولة والحرية الفردية والفصل بين السلطات وكفالة الحقوق المدنية وسياد حكم القانون إلى قير من القيم إلى أي مدى إلا أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أذكر أنه أصدر كتاب قبل سبعة سنوات أو هكذا يسمه Or Endangered Values أو قيمنا المهددة وكذا رغم أن المجتمع الأمريكي يبدو يعني مقسم على نفسه في الانتخابات الرئاسية حدثنا عن القيم الأمريكية عموما وإلى أي مدى هي مهددة حسب الكلام الذي ذكره كارتر في كتاب عندما بادر الرئيس كارتر في أنه حقوق الإنسان جزء من الأسس التي تبني على السياسة الخارجية الأمريكية كانوا الناس يفتكرون عنده أحلام وزول معه واقعي وإنه مسألة حقوق الإنسان مسألة حساسة بتمسي عادة البلد ويعني التدخل فيها يعني مجاسفة ولكن هو واصل واصل لدرت أنه حقوق الإنسان أصبحت دلوقتي من الأسس السابته بالنسبة للسياسة الأمريكية ولكن لازلت بقول أنه في تيارات في الناس متمسكين بما يفهمها ك يعني يعني أساس القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان هو المواجهة ومواجهة الخلافات أو يعني زي ما بيقولوا ناس يعني زي مخالفات للقوانين الدولية وبتطلب مواجهات ويعني نقط يعني نقط معلن وفي نهاية تضع قرارات أو توصيات أو يعني يعني حوار في المحافلة الدولية الخاصة في حقوق الإنسان كل اتهمات والنف يعني من الحكومات في اعتقادي وأنا بتحاور مع الزملائي اللي كانوا شغالين في مسالة حقوق الإنسان بتحاور معهم نعم ربما في مجال يعني تصور التغليدي والعمليات التغليدي لمواجهات وكذا ولكن أنا بعتقد أنه الاستراتيجي الفعالية هو الحوار الحوار مع الحكومات وتوضح أنه دي مشكلة مشكلة كل الحكومات وكل القيادات بتهتم بمعالجة هذه المشاكل لكن عن طريق التعاون ما عن طريق مواجهات واتهامات وشتائم دكتور فرانسيس دينك يعني الآن تسود ثورة الاتصالات وتدفع المعلومات وعبر وصائل التباصل الاجتماعي والفضائيات بالصحافة الإلكترونية وإنت شهدت ذلك يعني خلال عملك في الولايات المتحدة الأمريكية وزياراتك ومعرفتك بل المجتمع القرب عمونا المتطور تكنولوجيا إلى أي مدى يمكن أن توظف هذه ثورة المعلومات والاتصالات والفاصيلة المتاحة ليكم فيها للتواصل بين الشعوب لعرض تراسها وثقافاتها وفنونها بحيث أنها تساعد في التقارب بين هذه الشعوب أعتقد لمدى يعني بعيد كبير جدا بمعنى أنه لم توثق أو تضعف في وسائل الحديثة مضمون الحضارات أو ثقافات التقليدية بترتفع يعني قيمتها وتغدير الناس لها كما ذكرت في يعني حوارنا الماضي لما أنا سجلت أغاني الدينكا وصونات وصونات حديثة الناس كانوا يستغربوا ولما طلحت كتاب عن الدينكا وأغانيهم طبعت من قبل جامعة أكسفورد كذلك حتى الدينكا كانوا يستغربوا عندنا سروة مثل هذا ما عرفنا ما عرفنا في الجوانب إيجابية ما في الشك الجوانب السلبية في أن الناس في مرحلة مرحلة لا زالت مع معروفة بالضبط أبعاتها بالنسبة للإنتيجريتي أو كرامة الثقافات التغليدية يعني كون النهاردة ممكن الواحد في قرية يعني معزولة خالص في السودان يقدر هاتفيا يتصل بأهل في أمريكا أو ناس أصدقاء في أمريكا ده كان الواحد ما بتصوره يعني اتصالات حتى داخلية داخليا مع القرى ولما كنت في أمريكا وحتى كالسفير كان الواحد يعني بيعمل حجز للمكالمة يومين ثلاثة حتى المكالمة تصل الخرطوم دلوقتي ترفع الهاتف وعندك اتصال مباشر مع كل الناس من الأبعات الحقيقة راح بتتكلم بدون يعني تعمق من ناحية الفنية لكن أنا لحظت مثلا في لقاءات أو اجتماعات حتى في العائلة تلقى كل زور شاين له تلفون في يده وكل تلفون ضارب من وقت لآخر حوار ذات مستحيل لأنه دائما في تدخل من بره أحيانا من الطار نقول يا أخوان نكفلوا التلفونات غير ما فيش كلام فأنا فأبتكر العلماء بتاعة الدراسات الإجتماعية يعني ليهم دور في أن يفهموا أبعث التغييرات الحصة حصلة في التكنولوجيا وكده الشيء ثاني أنه يعني نحن داخلين في مجتمعات أكبر أنت في اتصال مع العالم الخارجي والعالم الخارجي متجه يعني إضار أوسع للبشرية لكن في نفس الوقت الإنسان في حاجة للعلاقات الودية الطيقة فالصرعات هذه موجودة هتأدي لوين أفتكر هذا شيء ما واضح نسع نعم في فرنسا نعود شوية إلى موضوع الهوية والأسعة أنت تزوجتها من امرأة أمريكية ولديكم الحمد لله أربع أولاد وكلاكم ينتمي إلى ثقافة مختلفة عن الآخر وسميت أولادك بأسماء تجمع بين الأمريكي وبين الدينكا عندك دونالد دينك ودانيل كوك وديفيد كوال ودينيس بيونغ ما هي دلالة هذه الأسماء وهل واجه أولادكم أزمة هوية ثقافية والله يا أخي يعني الواحد لما دخلت العلاقة دي تقدر تقول كانت مجاسفة بمعنى أنه أنت ما عارف الحياة الزوجية والأسرة ككل الآثار الزواج المختلط سيكون شنو نعم أتذكر اتكلمت مع الوالد سما إشعاد بأنه فلان عايز تزوج من الخارج وكده فلسألني قال لي الإشعاد صحية ولا مجرد إشعاد نعم قلت لها شعار لكن ما دام سيرت الموضوع عايز أشوف رأيك في الزواج المختلط فرد لي كان أنا ما عندي مانع الواحد تزوج في أي محل عايز لكن عايز أقول لكم الزواج ما هو خيار بين أفرار فحسب الزواج هو الصلة بين العوائل وإنت لما تزوج لازم تختار واحدة جاءة من عائلة ومقيم بالضبط وده في حالة حاصل يعني أنا ذكرت ونست مع زوجتي قبل العرس لو عندنا أطفال أهلكم خاصة والدك والوالدة هم قال من الأمريكان البيض من أصل ألمان يعني الاثنين فنظرتهم بتكون شنو فاستغربت من السؤال أطفالي لازم طبعا هيعامل أطفالي كأطفالي بغض النظر عن الأنصر واللون وكذا كذا ولكن خلينا أسأل والدته فمشهد سألت والدته برضا استغربت جدا والحقيقة نحن وفقنا في أنه يعني في قبول كان من الجانبين ووقفوا معنا وصارحونا أن الزوائد المختلف دائما فيهم مشاكل ولكن نحن وفقفين معكم وفعل وقفوا معنا في كل منطقة أنا أشتفيها كالسفير وكوزير جونا وكل ما ولد واحد من الأولادنا جونا ووقفوا معنا فنحن الحمد لله يعني كنا موفقين في أنه وقفوا معنا نعم كان أخوي زكريا جاء حضر العرس ويعني قال لي أنا حصل لأسلافنا لأجدادنا وأقول لهم إذا كان فرانسيس ضايع إن شاء الله يضيع في طريقة صليم ويعني أعتقد أن الطريقة تتربط لها أولادنا والفضل يرجع لأمهم ربطهم فعلا أنه يحترم الجانبين الجانب الأبوي والأم أهلنا وأهلهم وأولادنا يكون مربوطين بالسودان وإفريقيا بصورة بازة جدا قد يكونوا أقرب لإفريقيا ما هم لأمريكا وكذا فأذكر لما زوجنا هي كانت عايزة تعلن الزواج في جريدة نيويورك تايمز مجرد إعلان ولكن الجانب التاني بدأ يرغب في تفاصيل أكتر كلمتهم طلعوا مقالة ضخمة وصورة ضخمة طلعت في جريدة نيويورك تايمز نقلتها جريدة الانترناشنال هيرل تريبيون في أوروبا والأم المتحدة برضه طلعت يعني منشور وفي السودان برضه الجرائد المحلية طلعت السفارة الأمريكية في الخرطوم طلعت برضه منشور فزي كانوا العالم كله بينظر للحظة دي كاللحظة يعني أشرت لتداخل ونظر إيجابية للإختلاط طبعا الأمور مع بعض اتغيرت وهنا أسرام مودين العالم لإنتجاه تاني لكن أنا أفتكر أنه الزواج المختلط خاصة في حالتنا يعني كان موفق قبول من الجانبين تربية الأطفال بصورة رأي مرضية نعم أسرام 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 أنا لما أمشيت جوبة مع زوجتي كانت 72 كان فيه احتفال كبير لذكره الأولى لإتفاقية هذه السبابة فجوز زعماء العشائر كثير منهم وكنت ببحث بعمل لقات لكتابي أسرام 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 كانت أبوك كان حي كان حي لا كان حي كان حي فالزعماء العشائر كانت كلهم كانوا يجب ولد دينجمجوك يسمى الوالد سيجب دينجمجوك ليس ولد الطفلك الأول سيكون ولد وداء فلما فكرنا في الأسماء قلت لو سميته واخترنا الدينج كالاسم الأخير للعائلة سيكون اسمه دينج دينج عندنا ما نسمى بصورة فقعتنا نبحث في كتابة الأسماء وجدنا اسم دونالد باللغة الكلكتك اللغة كده سكوتلند سكوتلند دونالد معنى زعم قبيلة فقلنا بدل ما نسميه دينج مجوك نسميه زعم قبيلة وهو دونالد بعدين الاسم الثاني اخترنا دينج اسم العائلة نعم فأصبح دورثي الحقيقة زوجتي لما كلمت واحدة الصديقة عن زوجة قالت لي ما اسمه قالت دورثي قالت دورثي دينج مارغرد مارغرد ميد مارغرد ميد ففكرت مارغرد ميد دورثي دينج وبعدين سمينا الوضع الأول دونالد دينج فقلنا نستمر في دي دي س سمينا الثاني دانيل دانيل دينج والثالث ديفيد دينج دانيس دينج فكلهم بيقول دي دي س لخبطة كبيرة جدا في العائلة بغلط كثير لكن عندها دلالات دكتور فرانس دينج ممكن نرجع للجمعيات والمنظمات ممكن تسابقة الجمعيات والمنظمات التبشيرية المسيحية ومنظمات الدعوة الإسلامية لاستكتاب أدباع لها في إغليم إفريغية جنوب الصحراء ومنطقة الغرن الإفريغي في العقود السابقة مع ملاحظة هبوط هذا التسابق في هذا العقد الأخير كيف تنظر إلى مستقبل النشاط الديني وإلى أي مدى يؤثر في توجيه الدول الناشطة في هذا المجال شوف ده مجال طبعا حساس وربما الكلام بيقوله الواحد ما حيرضي يعني أعراء المتنوع تمثل الأديان لأنني أفتكر أنه الخطأ اللي وقعت فيه مثلا الأديان دخلت مجتمعاتنا التقليدية أنه افتكروا أو افترضوا أنه في فراق ديني فراق روحي جاين يملوه بالمسيحية أو الإسلام يعني زي ما قلت في حلقة صابقة دي قبل متدينة جدا يعني وكتبت عن الدينكا والنوير كتابات كثيرة بتقول أنهم أكثر ناس متدينين في السودان نعم تدين تقليدي نعم أنا كنت يعني يعني بناغش يعني أم زوجتي يعني دينية يعني متماسكة بالدين وكده فأقول له الإنجيل لما تقرأ الإنجيل هو تاريخ الناس معينين وعوائل معينة وكأنك بتقرأ حياتنا الما مكتوبة ثقافاتنا وتاريخنا الما مكتوب الإنجيل كده ابن فلان أبو فلان ابن فلان وتاريخ العيلة عوائلة المعروفة دي نعم والقصص كلها تكاد تكون بتعكس الثقافة اليهودية نعم ويعني التوراتية بطب فليه نحن نقول دي كلمة الله يعني تطبق على كل الناس إنه كلام منزل في الوقت اللي بيعكس واقع المجتمع فأنا أفتكر إنه وقعنا في البداية في الخطأ نفتكر ما عندنا الدين ما عندنا قيم روحية عند الزميل كان قاضي في الجنوب وخريجا عمد خرطوم هو جنوبي؟ لا شمالي قال يا أخي جنوبي المساكن والله الدين ما عنده ما مؤمنين بالله ذاته ما بيعرفوا الله قلت يا أخي انت قريت عن الدينكا والنوير يا أخي الناس الكتبوا ودرسوا المجتمعات بيقول الناس متدينين جدا شفت وقد يكونوا متدينين أكثر من المسيحيين وكده كلام الله كلام صحيح فناس ما عارفين والمشكلة في إنه الثقافات دي سماعية ما مكتوبة سماعية فلذلك ما مديننا أهمية عشان كنا حرصة جدا في إنه أوثق ثقافات الدينكا سواء من الناحية القانونية أو التاريخية أو الدينية أو الأغاني ولو كنا قايمين بحملة زيدي في كل أنحاء السودان والمجتمعات التغليدية نعم كنا نشعر كل السودانيين إنه يا أخوانا عندنا تراث نعم وعندنا قيم نجمعها كلها ونطلع بتصور مواحد لكن فيه التنوع نعم شمل طلاب من أنحاء الأعلم قلت له مع الزمن مع التعليم وما فهمي للمجتمع بديت أرجع للماضي بديت أرجع لتقاليد بديت أحترم القيم الروحية في مجتمعاتنا التغليدية ودلوقت البرحة اللي جاية كيف نترجم الفهم دي بطريقة تتماشى مع الواقع بتاع تقدم في الوطن المواحد والمتنوع في نفس الوقت ونستفيد من التنوع أكثر من أنه حالة بتفرق بين الناس نعم أثير الجامعة فرانة جسيلة وممتعات ومهدية من شطة ضرور العلم والثقة فقط على أثير جامعة الفرطور نزع رئيب للتفرد والتمييل أثير الجامعة موجة ثلاثة وتسعين فاصل ثلاثة أثير جامعة الخرطوم صوت الريادة والتمييز صوت الريادة والتمييز صوت الريادة والتمييز مع سعادة السفير دكتور فرانسيس دينغ دكتور فرانسيس دينغ دكتور فرانسيس دينغ زحفت اللغة العربية والديانة الإسلامية ببطء في أفريقيا جنوب الصحراء مع هجرات القبائل العربية الرعبية عبر دارفور وكردفان وغيرها إلى تخوم مناطق عالي النيل وبحر الغزال وجبال النوبة وتفاعلت مع الواقع المحلي ونتج عنه أثر ثقافي أكثر منه عرقي أو عقدي ثقافة هجين محلية ووافدة كيف تنظر إلى ثقافة المناطق الثلاثة المتداخلة مع الشمال بين الشمال والجنوب أنا بأفسير برضو تصورنا لما هو حاصل ما دائما بيعكز الواقع للحاصل يعني اللغة مع وسيلة حديث وسيلة التصال ويعني الدين برضو يعني شيء ما عنده حدود بتاع العنصر أو حدود الجغرافية كما علمنا أنه الأديان منتشرة في العالم ككل المسيحية والإسلام وكذا وكذا أنا بمتكر المشكلة عندنا في السودان كان ربط اللغة والدين بعرق وحتى ثقافات مربوطة بعنصرية وبمتكر المفهوم الجاي من المركز أنه عشان تكون مسلم حقيقي لازم تتكلم عربي ولازم كمان أحسن لو كنت عربي شفت عشان كده تصورنا للأديان في إفريقيا مثلا الإسلام في كثير من الدول الإفريقية اللي ناس ما بتكلم عربي وما عندهم ثقافات عربية ولكن عندهم إيمان بإسلام ومتمسكين بإسلام كثير حتى النازل بيجوا من غرب إفريقيا والفلاتة وكذا عارفين أنهم متدينين لكن دينهم دا شايفينه دين فيه فساد بتاع شفتها كجور وحجاز أذكر قلت ليك أنه سألت واحد من زملانة مش غريب جدا أنه الدولة فيها أكثر من 90% مسلمين ينتخبوا مسيحي سنغال قال لي أخذين ما يعرفوا إسلام لما قلت الكلام دا لوزير خارجية سنغال قال لي صحران العظيم فأنا بفتكري أنه المصادر بتاع يعني مثلا اللغة العربية الدين الإسلامي وثقافات العربية في الفترة اللي كنا مهاجهين بعض في الصراعات وحروب وكذا كذا كان الناس في الجنوب ينظر للحاجات دي كمصادر سيطرة لما جاء السلام حتى في أديسابابا وفي الاتفاقية الأخيرة دي الناس غيروا نظرتهم للأمور دي بدوا ينظروا للغة العربية والثقافة العربية وحتى يعني نظرة جديدة نظرة إيجابية مستفيدين منها يفتخروا بيها وعايزين يتعلموها وده كان يجب أن يكون من البداية لكن الواحد بيطرح برضو سوال جاد يعني إذا كان الناس هويتهم إنهم مسلمين وعرب وثقافة العربية ويفتكروا كمان حتى من الناحية الأنصرية هم عرب كيف تقول ليه وأنتم معرف وأنتم يعني إسلامكم ده إسلام ما بيعكس الواقع السوداني وكذا صعب لكن يفتكر الممارسة ذاتها بتساعد الناس بدوا يفهموا بعض بدوا يغدروا الخلافات الدينية واليعني اللغوية وكذا كذا ويتفتحوا هل في النهاية السودان كله هيقبل اللغة العربية اللغة الحوار وهل هيقبلوا يعني ثقافة العربية ثقافة سودانية ولا أنا في اعتقادي في النهاية بتكون خلطة وكثير من المناطق السودانية الممارسات فيها خلطة اختلاط بمعنى أنه يعني جون قرنق برغم أنه ما بتكلم عربي كويس لكن كانوا ياريد لو كنت بتكلم عربي لأن اللغة العربية اللغة السودانية وياريد لو كنت يعني حاجات كثيرة يجيب من ناحية ثقافية كان منفتح للأشهاد برغم أنه ما عنده التماسك ما عنده صلة عميقة بالشمال وغروبة وكذا كذا لكن جاء من جنوب افريقيا من جنوب صهراء من أسار بتاع نيريري جاء بانفتاح أسواحيلي خلطة بتاع اللغات المحلية واللغة العربية وأصبح حد الوقت اللغات هم نعم شفتها فببتكر أننا في عملية متغيرة وإن شاء الله متحسنة تساغف بطاق نعم إستور فرانسيك دينك يمكن الإدارة البريطانية تبعت سياسة المناطق المكفولة وتتهم هذه السياسة بعغة التواصل بين شمال السودان والمناطق الثلاثة في نشر اللغة العربية والإسلام ما هو الهدف من هذه السياسة وكيف كان سيكون وطع المناطق المكفولة لو لا تبعت هذه السياسة أنا ببتكر أنه الإنجليز خاصة بعدما طلعوا من السودان أنا كتبت كتاب اسمه يعني الكتاب ده مبني على حوار مع الإنجليز الذي كانوا هنا مع السودانيين الشماليين والسودانيين الجنوبيين وفي النهاية الإنجليز يعطرفوا إن سياستهم نحو جنوب السودان والمناطق المكفولة في رأيهم دلوقت التغييمهم إنه كان خطأ المبدع أو الهدف الرئيسي كان حماية الجنوب حماية المناطق المكفولة من المأسات القديمة والممارسات العرق وكذا لكن لو كان فتحوا المجال إنه الناس يتعارفوا ويكونوا برضو في إطار العام لحماية الحكومة المركزية كانت العلاقات هتكون طبيعية الناس يأسلوا في بعض يعني مثلاً الخلد ناسابيه يختار يكونوا في الشمال حتى لما أدوهم الخيار إنه يرجعوا للجنوب فضل يكونوا في الشمال كانوا واسقين إنه في حماية من الحكومة المركزية وإنه في مساواة ودينجوجو ما أشعر بأنه مواطن درجة ثانية للزعماء العرب بالعكس كونه جنوب في الشمال كونه دينكاوي وصل العرب يعني كل أدته يعني كان وضع مميس وقبول وكان ما رئيس للمجلس منتخب كان رئيس للمجلس وحتى انتخبوه في المجلد كان في المجلس المسيري الريف المسيرية طبعاً في الناس يفتكروا إنه دي يعني تآمر ضد بابو نمر اللي هو ناظر عمومي المسيرية في الناس ينتقدوا حتى في الخرطوم يفتكروا إنه الزعماء بتاع القبائل يتآمروا ضد بابو نمر أنا في الرأي كانت خطوة موفقة أشعر الدينكا بأنه مقبولين ومتساويين ومعاملة حتى العرب فضلوا إنه الرئيسهم يكون دينكاوي بدل العربي لو كنا في السودان عندنا تيار دي إنه حتى زول عنده كفاءات جنوبي يبقى الزعيم في الشمال كان الأحوال اتغيرت جداً كان نظرة الناس للوحدة اختلفت الناظر بابو نمر كان رأي شنو في المسألة والله يعني طبعاً في اللحظة ديك برغم إنه كان أصدقاء وقصة بابو نمر حتى لما بيقى زعيم كان جداً كوراروب لعب دور كبير جداً في إنه ود نمر يختار برغم إنه كان صغير في السن ١٣ سنة لكن جداً مع الزعيم بتاع المسيرية الزروق وقفوا مع بابوه ولما الوالد يعني بابو كبير والوالد كان نائب لأبوه بقى صديق لبابوه نعم وتآمروا حتى مع والد يبقى الناظر شبتها قصة طويلة ويعني في الكتاب عن دينج ماجوك وبابو نمر برضو نعم لكن في نفس الوقت لما دينج ماجوك رفض يكون جزء من مجلس الريف المسيري بمعان إنه الزعامة بتاع بابوه تطبق على الدينكا نعم كان حريص إنه يكون مستغل نعم ويكون عندهم كل المسؤولية بتاع النظارة للدينكا نعم والقضايا من الدينكا تمشي رأساً للمحكمة المركزية اللي محكمة الدولية نعم مش عن طريق بابو بابو طبعا أنا أريد أن أكون زعيم لكل القبائل لأنه هو ناظر عمومي حمول محقو ناظر عمومي فكانت في النهاية فيه شوية يعني أخثرت يعني زي شبه كده استطاقت استمرت علاقة ودية في النفس الوقت سرعات في السلطة وكونوا القبائل بتاع المسيري اختاروا دينج ماجوك ده برضا زي كانت قرضة شوي كده على بابو يعني ما كان مرتح لها وبعض المسؤولين في الخرطوم وقفوا مع بابو نعم حتى بعد ما الوالد بيقى هو مختار بابو عينوه نعم يكون في المجلس نعم يكون ممثل المجلس ما عارفه كوردفان هو على مستوى القومي برضو نعم فوفقوا بين الاثنين نعم لكن كما ذكر بابو في كتابه العلاقة استمرت نعم ويعني التقارب بيناتهم برضا قربت القبائل ودينك لحد النهاية الوالد كان كل ما يسأله يقول أنا كوردفاني نعم لو كانت في معاملة ما مقبولة يمشي للمركز ما كان يتجبره لو حصلت معاملة ما مقبولة يمشي للمركز ويشتكي نعم فالحقيقة كونك تكون عندك حكومة محايدة أو حكومة توازن بين الناس مهم جدا الجنوبين كانوا شعرين بأنه في فطل على العرب فطل العرب على غير العرب نعم والمسلمين على غير المسلمين نعم أعتقد نحن في تحسن نعم لتوفيق بين الأشادية نعم دكتور فرانسي دينك ممكن نرجح شوية لتاريخ الحركة الوطنية في السودان ممكن قامت الجمعيات الأدبية في أمدرمان جماعة الغروف وجماعة الهاشماب وكانت عندها أهداف سياسية مغلفة بالأداب والشعر والقصة إلى آخره أخوفه من المستعمر أو مداراته لا من المستعمر ثم غام تنظيم مؤتمر الخريجي الذي أسهم في تطوير الحركة الوطنية وكانت هناك جمعية اللواء الأبيض وفي حقبة العشرينات والثلاثينات والأربعينات ما الذي كان يدور في جنوب السودان خاصة في المدن الرئيسية جبا وملكال وفيما يتعلق بالحراكة للفكرة شو أنا أفتكر المشكلة الرئيسية عندنا إنه الشمال كان متقدم كثير من الجنوب نعم من ناحية الحركة الوطنية والوعي العام النتيجة لإنصالاتهم مع مصر والتعليم والتعليم وكل شيء ومعروف إن الجنوب كان بالنسبة للإنجليز محفوظ لطبيعتها مكفول مكفول ويرسلوا الناس بس عشان يسيطروا عن الناس عشان يحفظوا الأمن والسلام في الوقت الشمال بعلاقة مع مصر كان مزيد من الوعي والوعي اللي في الوقت داقة الحقيقة الحركة يعني حركة يعني الاستغلال في السودان ما كانت حركة عنصرية يعني كونه علي عبداللطيف لعب دور كبير زيدي برغم لأنه لما فشل بعض كبار الشخصيات في الشمال بدأت تتنكر وتقول مين هذا عشان يقود السودان دا من أي عائلة يعني كانت عنصرية ما في شك ولكن بصورة عامة الحركة الوطنية كانت موحدة الناس نعم ونحن الحقيقة لما كنا في مدرسة دا الوسطى في الوقت دا بيقوله جونير ساكندري يعني سهنوية يعني الصغرى اه لأننا من ابيي ويعني محتكين محترمين يعني مقربين للحركة الوطنية في الشمال كنا وعين اكثر من بعض الاخوة في جنوب انا اذكر لما قامت سورة اكتوبر اكتوبر في مصر اه لا يوم النهاردة انا حافظ يعني فقرة معينة في مجلة اه من جمال مش جمال احمد النجيب بيقول بالانجليزي عنوان عريض How I see power نعم ومن شدة اننا نحن يعني ننزل لمصر قاعد في الحركة الوطنية نعم ونسعي لنفس حافظة الكلام لا يوم النهاردة حافظة الكلام نعم ويعني تدريجيا نعم الناس بدوا يفهموا ولكن الشمال زال قدام كثير حتى اللي عارف الاحساب المشهد لمصر 53 وفي اتفاق بين المصريين والسودانيين الجنوبين بعيدين من القصة فما عايز ادخل في التفاصيل اكثر من كونه اقول كان في فاصل بين الحركة الوطنية في الشمال وتخلف في الجنوب وده برضو خرق عدم ثقة بيناتهم وكده يعني اتذكر برضو الشماليين لما السودان بقى مستغل وزير الخارجية محمد عحمد حجوب طلع بالتصريح بمعنى انه نحن يعني حريصين انه نساعد اخوة في الجنوب الصحراء ليس فقط في الجنوب السوداني في الجنوب الصحراء كلها عشان نرفعهم يعني يتغدموا نحن معناتها قدامهم بكثير فمرة نتكلم مع الأستاذ المرحوم الشيخ ترابي قلت لهم ألحص شنو نحن كنا بنقول متقدمين كتير من أخواننا الأفارق السود سود لكن من الوقت يقولون جاريين وخطونا وفاتونا وكذا ألحص شنو قال لي يا أخي انتم عرف سودانكم ما في حاجة يسمى السودان قال في الشمال السودان في غرب السودان في الشرق السودان في الجنوب السودان في الوسط قلت طيب يبقى يزن يعني الحال شنو ولاحظ ده أستاذ الشيخ الترابي بعد ما جون مات قال عشان كان واقف مع جون في مفهوم جون للسودان الجديد ده الترابي ده هو قائد الحركة الإسلامية وعربية وكذا ربما حركة الإسلامية لكن زي القبل انه تخلفنا وكونوا بعض الدول الفريقية جاد وفاتتنا نحن في صراعات داخلية منقسمين وكذا كذا فأفتكري انه السودان كان بيعتبر نفسه هعلى وأقدم وقدام كثير مجبت من جنوب السودان ينمى من القاهرة الأفريقية نعم وده عطلتنا في انه نظم أمورنا ونعمل لتقدم السودان نعم اتخلفنا نتيجة لعقدة ما خلتنا اللي تفك العقدة دي دكتور فرانسي الدينك أشرت إلى التباين العرقي والثقافي والديني في السودان وكان يجب أن يدار هذا التنوع بحيث يفضي إلى بناء أمة السودانية موحدة في إطار الوحدة في التنوع ولكن ما حدث غير ذلك وهناك حديث عن مخطط أجنبي لتكسيم البلد إلى دويلات جهوية في الشرق والغريب والشمان إلى آخرين وبعد انفصال الجنوب هل سيتم بناء أمة موحدة؟ والله هنا في إعتقادي القضايا التي كانت منشغلة السودانيين لما كان السودان موحد نفس القضايا لا زالت مطروحة التحديات بتاعت كيف توفق بين الوحدة والتنوع كنا نفتكر بس مشكلة بين الإسلام وعروبة في الشمال وافريقيا المعنية والإحساس بأننا نحن أفارقها طبعا واضح دلوقتي أنه ده تبسيط لصورة معقدة أكتر من كده وزي ما شايفين دلوقتي الجنوب هم منقسمين على أسويس قبلية وشايفين حتى الصومال أكتر بلد من ناحية متجانس بضفت برضو في الغلافات دي فأفتكر السوال لا زال مطروح أنا أفتكر أنه يعني السودانيين سواء في السودان ولا في جنوب السودان لا زالوا مربوطين التاريخ بربطهم التفاعل بربطهم أخذوا وعطوا وفي نوع من إختلاط هو حاصل حتى ولو لسه يعني شيء جزئي فأفتكر أول حاجة عملها التعاون في حل مشاكلنا الداخلية وبرز أنه دور السودان في مساعدة الجنوب لحل المشكلة خطوة إيجابية للأمام ولكن بنحتاج بعد ما نكمل المبادرة دي وتحل مشكلة الجنوب مطلوب من جنوب السودان برضو يساهم في معالجة مشاكل السودان ولكن لو تقاربنا ورجعنا لنوع من التوحيد حتى ولما الوحدة القديمة لا زال السؤال مطروح على أي أساس هنة الواحد وكيف نتعامل مع الخلافات الهوائية الموجودة في السودان بين السودان وجنوب السودان وفي داخل السودان وداخل جنوب السودان أنا كنت بفتكر في حل لكن اتضح دلوقتي أن الحل اللي كان في ذهن الواحد أنه نخلق المناخ اللي بيت معنا ونغير مفاهيم التاريخية اللي بتقسمنا طلع برضو ده طرح قد تكون مبسط والصورة محقدة أكثر لكن السؤال خطم اللي قدام نسأل السؤال اللي أجبه هتجب في الطريق نعم مسلمة لفاضل فاصل قصير سمرعون أم الجامعات السودانية جامعة الخرطوم ترسل صوتها عبر الأثير لكل المستمعين على ثلاثة وتسعين فاصل ثلاثة أسمعنا وخذنا الحياة معنا صوت جامعة الخطم ثلاثة وتسعين فاصل ثلاثة أسمعنا وخذنا الحياة معنا أم مسلمة لفاضل عدنا بعد الفاصل لمواسط من قطعنا الحديث مع سعادة السفير الدكتور فرانسي الدينغ الدكتور فرانسي الدينغ تشكلت خريطة السودان في الزهن القومي السوداني حتى انفصال الجنوب كان في شكل معين لخيرت السودان في زهن الناس والآن الخريطة مثل قطع الأحشاء مليئة بالجيوب والمتداخلة بين الجنوب وتخوم جنوب كردفان وبيا والنيل الأزرق كيف يمكن أن تكون مناطق التماس هذه حزام أو نطاق تعايل السلمي وتبادل منافع تجارية وخدمات والحفاظ على النسيج الاجتماعي المختلط في هذه المناطق أنا برضو يعني بشعر بأنه خرطة السودان كانت جميلة جدا لما كان السودان مواحد نعم ولا أن يعني بتصهر كأن حايدة مشروطة أو كده لكن طبعا ده الواقع أنا بابتكري أنه برضو الحل هو القصة بتاعت المناطق الحدودية مناطق الالتماس أو بسموها مناطق الممكن تكون يعني رابطة بمعنى أنه هذا صحيح الخرطة دي على الحدود واضح أنه فيه انجسام له أساس ولا فرض على الواقع أنه فيها يسمى خرطة التداخل بين القبائل والحجرة المؤسمية بالنسبة للقبائل التي تتحرك مع الماشا وكده أنا أفتكري أنه لو الناس يعني عدلوا في مفاهمنا وخلوا القبائل يساعدهم في علاقاتهم الواضحة لا تاريخ قديم نخليهم يتفاعلوا ونساعدهم في هذه العملية ونشجع التمازج بمعنى أنه التمازج يكون منفع إيجابي زي ما ذكرت الدينكا نوق يختاروا يكونوا في الشمال لأنه شايفين فايدة في وجودهم في الشمال مش لأنهم رافضين الجنوب لأنهم جنوبين وعلاقاتهم مع الجنوبين كانت مع أشياء وأنا عملت تسجيلات مع زعماء الدينكا في الجنوب في أقصى جيب مناطق كثيرة يأتي في الجنوب بيقولوا أنه عائلتكم وقبيلتكم بتاع عدد النوق نحن شايفين أنهم لعبين دور كبير جدا على الحدود ما كنا منعرف العرب ما كنا منعرف الشمال أجداتكم هم اللي قدمونا للعرب وهما الوقفوا عشان يعملوا صلة بيننا وبين العرب دلو كده ولأي يوم النهاردة شايفين عائلتكم لها دور فعال دور مهم في المنطقة ديك الوالد كان بيسف نفسه بينه الإبر والخير يعني بيربط الجنوب والشمال ده كان شعوره شخصي لكن ده كان رمز لعلاقة بين الدينكا والمسيرية ولو مسكت كل الحدود نفس الشيء في القبائل النيلية على النيل الشلوك نفس الشيء الدينكا بتاعين هنا على الحدود البيق المسلمين يعني لافسين جلاليب والعمم وكذا ما بتفرق بيناتهم نعم فأنا بسكر أنه الفاصل بين النظر الإيجابي للأمور والنظر السلبية فاصل بعيد بسيط جدا جدا ضيق نعم ممكن تتحول في التفكير يغير كل الأوضاع نعم فرانسي الدينك برضو بالإشارة إلى الفترة حقية الاستعمار أنه السكتير الإداري السابق سير جيميس روبرتسون وطبعا هو رجل مخضرة في السياسة السودانية وعاش فترة طويلة في السودان وهو الذي عاصر قيام الحركة الوطنية ومؤتمر الخريجين وخطط لفترة الحكمة الذاتية وبعد ذلك بعد من انتهى من السودان في 55 مشى ناجيريا عشان يحضرها للاستغلال حسب التجربة المربية هنا في السودان وأشار إلى ظاهرة انقسام الأقاليم والمحافظات في ناجيريا ونبه إلى خطورة ذلك في كتابه عنده كتاب أفتكر الاسمه Transition in Africa From Indirect Rule to Independence وقال أنه هل سيكون في تسابق نحو مدن جديدة وعواصم ووظائف دستورية على أساس عرغي ويصبح حقوق مكتسبة يستحيل من رجعتها حسب متطلبات الحكم والإدارة كيف تنظر إلى تجدد هذه الظاهرة حتى في النظام الحكم الاتحادي الآن قدرم الناس مطالبين بمزيد من الولايات بمزيد من المحليات بمزيد من الإداريات وهكذا الحاجة الغريبة أنا لقيته في إنجلترا في بيت هندرسون مناسبة جيدة اجتماعية فقال لي أنه لما أتذكر القمتب والسياسة التي قدمتها بالنسبة لجنوب السودان أنا كنت مخطي قال يعني كان حقوقه أنا عارف أنه جنوب الشمال ما بيقدر يعيشوا مع بعض في السودان الواحد كان حقه نقسم البلد فأنا طالب بديت أن أخشف إنه والله ما تلوم نفسك لأنه هدف الوحدة أتطلع للوحدة نبيل وإنت كنت ناوي إنه الناس يتوحدوا على أسس مقبولة وما كنت عارف إنه السودانين حيفشلوا في إنه وحدوا بلدهم فما تلوم نفسك ده أنا بحاول أخليه أشعر بها وفعلا لما مشى نيجيريا وحل مشكلة نيجيريا بحل فدرالي ونجح هناك يعني بأعتقد كان لو كان أخذ وقت لو عاد النظر كان ممكن يضع نفس التصور اللي قدمه لنيجيريا للسودان يخي ناس كانوا رابطين كلمة فدرالية معاناتها انفصالية وحتى الحكم الإقليمي مرفوض عندنا بعد دي حاجات لوقت الناس قبل أن ننبيها كأنها يعني حاجة حدمية مسلمة فأنا بفتكر إنه يعني العملية ما سهلة لأنه حتى لو قسمنا المناطق دي ورجعنا لتعدد الولايات وكذا كذا كل ما قسمت كل ما ناس في الوحدة الجديدة الولايات الجديدة يشعروا بأنه مرضو مظلومين عايزين يمشوا لحد ما تمشي لمستوى العائلة نعم شفتها القصة دي ما بتجيب نعم فأنا بفتكر يعني في يعني أسئلة تتعدى مسالة انقسام للحدود ونوافق بين التطلعات للوحدة الأوسع والتقدير لاحتياجات الناس لعلاقات ودية مضيقة نعم ما في حال واضح نعم وأفتكر حال ما ظل في حوار زي في جنوب دلوقتي نحن شغالين في قصة بتاعت تكسيم الولايات في نجيريا تعددت الولايات تطلعا لأنه تجيب السلطة للناس جون كان كان يتكلم عن نجيب المدن للقرى شفتها ويعني نجيب ندعم الزراعة بالمواد البدرولية وكده وكده قربتك لو عندنا يعني يعني سياسات أو برامج لتوسيع الخدمات ومشاركات في السلطة وثروة جائزة المسألة بتاعت التكسيمات تكون حادث ثانوية الناس عايزين خير سواء من المركز ولا من الإقليم فالسواء لسه مطروح والعملية ما شاء نعم في الفرنس الدنك نعود شوية للثقافة السودانية ممكن يعني الثقافة السودانية مليئة بالأمثال في مناطق مختلفة ومن سواءات الثقافة السودانية بفتكرها يقول لك مثلا جلدا ما جلدك جر والشوق ودار أبوك كان خربت شي لك فيه عود وشهر ما عندك فيه نفقة لا تعده كيف تنظر إلى تداعيات هذا قد ما يكون يعني رد مباشر للأسئلة والتصور المطروح ده لكن أنا بفتكر أنه من يعني في فاصل بين فهمنا للمجتمع حسب التقاليد وفهمنا حسب أفكار التقدمية وكذا شفتها كنا زمان بنقول الحكمة مع الكبار مع السن وبالفعل المعرفة كانت نتيجة لتجربة تجارب وتجارب مع السن كل ما كبرت كل ما عرفت كل ما كنت حكيم دلوقتي قلبنا القصة بكلها بقى التعليم يعني هو مصدر الحكمة في مفهوم الجديد والتعليم للأجال للناس الصغار في العمر نعم الصغار سيكبروه كده كده يعني في انقلاب في تفكير زياد على كده التعليم ذاته يعني بيفصلك من الواقع بتاعه التعليم بشيل الناس من البيئة بتاعاتهم بدل ما يتفاعلوا بالضبط في التسجيل في واحد يعني شيخ زول كبير في السن قال والله احنا متألمين جدا لما دخلنا الأولاد في المدارس افتكرنا انه حيشيلوا معاهم الشيء اللي علمناهم لهم ويضيفوا على كده الشيء اللي حيتعلموا في المدارس دلوقتي يقولوا نحنا ما عارفين الكبار بتاعنا يقولوا جهلين ما عندهم معرفة كيف نكون جهلين ونحنا أباهاتهم نعم نحن ولدنا وكذا طيب الشيء الثاني كان عندنا في المجتمع بتاع دينكا وكثير من القبائل الافريقية المجتمع مقسم على أجيال كل جيل أول ما تصل سن معين بتدخل في جيل منظم يعني بسمها يعني ايج جروب دين بيكون انت داخل في مرحلة بتاع رجل يعني جندي حربي وتكون منظمة عشان دفاع عن البلد تكون عسكري تغريبا بطريقة المفهومة الكبار في السن والنظار والشيخ هم أهل السلام هو البيوف وبين الناس الشباب شايفين أعزتهم وكراماتهم في حرب يدخل في حرب بكل سرعة لكن الكبار يوقفهم ويعدلهم وكذا دلوط المقلوب انه الكبار اللي هم القيادين الحرب شفت كما بتاعنا السلام وحكمة وكذا كذا زياد على كده يعني بقينا يعني بصورة عامة ما مستفيدين من تمازج الثقافات والحضارات والقيم وكذا كذا عشان كي بفتكر انه حقه في الجامعة تكون في مواد لي مش انتريبولوجية بطريقة المفصولة المعروفة وكذا لكن فهم لمجتمع زماني كان في ماد كان في التعليم المدني ولا بسموه كذا عايزين فهم أوصع لتقيم المجتمع من كل المجالات بما فيها أنا بدأت القوانين العرفية وكتبت كتب عن العرف وكذا القوانين دخل لدينا في التاريخ والثقافة وانتريبولوجية وكذا كذا بنحتاج نعمل صلة بين واقعنا التقليدي والواقع الجديد الجاي عن التعليم فالأمثلة ذي كلها بتكون لها دور نعم صح مسامي الأفاضل في نهاية هذه الحلقة الخامسة والأخيرة نختتم حديثنا مع سعادة السفير الدكتور فرانسي الدينك وبإسم إذاعة جامعة الخرطوم نتقدم إليه بشكر الجزيل والتقدير على يعني تشريفه للإذاعة وعلى وقته الثمين الذي أتاحه لنا للحديث حول العديد من القضايا كخبير وكشاهد عصر والحديث معه يطول ويطول ونأمل أن نلتقي به في الإذاعة مرة أخرى وأن نتمنى له إقامة سعيدة وأن تكلل مساعيه بالتوفيق في لجنة الحوار الوطني بدولة الجنوب وأن ينجح اتفاق سلام الجنوب الذي هو ناشط فيه وشكرا من جانبه أرضو أشكرك بالنسبة لي شرف عظيم وساعدت لحوار وإن شاء الله في المستقبل الغادم نلتغي داني شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا لكم على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون ريموز وأفكار نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم موسيقى إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية عاملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل ريموز ريموز وأفكار من أعداد وتقديم محمد القاسم محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة